نتناول الآن مثال عن مذكرة تسوية البنك وهو المثال الموجود صفحة 211 حيث أنه في منشأة الطائف ورد إليها كشف حساب البنك وظهر به رصيدا دائنا قدره 10 ألاف ريال أي أن هذه المنشأة لها لدى البنك 10 ألاف ريال بينما أن رصيد حساب البنك في دفاتر هذه المنشأة في نفس التاريخ كان مدينا بمبلغ 8 ألاف ريال إذن كل الرصيدين غير متساوين لدينا بعض المعلومات الإضافية التي توضح أسباب هذا الاختلاف فإذا علمت أن هناك إداعات أرسلت من المنشأة إلى البنك ولكنها لم تظهر في كشف الحساب هذه العملية أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك وبالتالي تظهر ضمن القسم ألف لدينا نمرتنين حصل البنك ورقة قبض لصالح المنشأة ولم يصل إشعار الإضافة بعد فهذه العملية أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة ومن ثم تسجل في قسم به لدينا بعد ذلك شيكات حررت لمستفيدين ولم يتقدموا لتحصلها ولم يتقدموا لصرفها بعد هذه الشيكات كانت ثلاثة شيكات قيمتها خمسمية وستمية وتسعمية فهذه العملية أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك وبالتالي أن هذه العملية تظهر في القسم ألف لدينا أيضا أرفق البنك بكشف الحساب إشعار خصم مقابل مصرفات البنك هذه العملية أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة إذن تظهر ضمن القسم به لدينا عملية أخرى أرفق البنك أيضا بكشف الحساب شيكا مرفوضا بمبلغ 2800 سبق استلامه من أحد عملاء المنشأة وهو طارق ورفض طارق سداد هذا الشيك إذن هذه العملية أيضا عملية أثبتها البنك ولم تعلم بها المنشأة إلا من واقع كشف الحساب إذن فهي تظهر ضمن القسم به أيضا والمطلوب إعداد المذكرة ثم إجراء قيود اليومية اللازمة في دفاتر منشأة الطائف نبدأ مع مذكرة تسويات البنك والتي تتكون من قسمين القسم ألف تظهر به العمليات التي أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك فنبدأ بالرصيد الوارد في كشف حساب البنك وقدره عشرة آلاف ريال يضاف إليه الإداعات التي لم تظهر في كشف الحساب وقدرها ألف ريال ولا يوجد غيرها ثم يخصم الشيكات التي حررت لمستفيدين ولم يتقدموا لصرفها بعد وكانت عبارة عن الشيك رقم 1706 بخمسمية ريال والشيك 1781 بستمئة ريال والشيك 1791 بتسعمئة ريال مجموعهم ألفين ريال عشر تلاف زائد ألف بأحد عشر ناقص ألفين يساوي تسعة آلاف ريال تسعة آلاف ريال هو رصيد البنك الصحيح أو المعدل أو بمعنى آخر هذا هو المبلغ الموجود لدى البنك ويخص المنشأة بالفعل ننتقل إلى القسم به تظهر به العمليات التي أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة فنبدأ برصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة وقدره ثمانية ألاف يضاف إليه ورقة القبضة التي حصلها البنك لصالح المنشأة وبالتالي يزيد المبلغ الذي يخص المنشأة لدى البنك وبالتالي يضاف إليه أربعة آلاف ثم يخصم بعد ذلك مصرفات البنك وقدرها متين ريال وكذلك الشيك المرفوض وقدره ألفين وتمنمية إذن المجموع ثلاثة آلاف نائس ثمان تلاف زائد أربعة تلاف يساوي تسعة آلاف هو نفس الرقم الذي وصلنا إليه في القسم ألف وهو رصيد البنك المعدل أو الصحيح هذا القسم به فقط هو الذي يستخدم في إجراء قيود اليومية نلاحظ الآتي نلاحظ أن رصيد القسم ألف هو نفسه رصيد القسم به ويجب أن يكون متساوين وكان قدره تسعة آلاف ريال لدينا في الملحوظة الثانية أن بيانات القسم به هي التي تستخدم لإجراء قيود اليومية فقط فإذا عدنا مرة ثانية إلى القسم به نجد أن هناك بعض العمليات التي تؤدي إلى زيادة البنك أو تضاف إلى البنك وحيث أن حساب البنك أصل فإنه لزيادة الأصل يوجع المدين إذن يكون هنا البنك مدين العمليتين الأخريتين يتم فيهما تخفيض البنك إذن يكون البنك في العمليتين الثانية والثالثة دائن إذن قيود اليومية القيود الأول سوف يكون البنك فيه مدين لأنها عمليتين تؤدي إلى زيادة حساب البنك في دفاتر المنشاة كذلك العمليات الثانية والثالثة تؤدي إلى تخفيض حساب البنك بناء على ذلك قيود اليومية اللازمة في دفاتر منشاة الطائف نجد أن العمليات الثانية قال فيها أن البنك حصل ورقة قبض لحساب المنشاة بمبلغ أربعة ألاف ولم يصل إشعار الإضافة بعد حيث أن البنك حصل إذن البنك حدث به زيادة وهو أصل ولكي يزيد الأصل يصبح مدين والجانب الآخر هو حساب أوراق القبض حدث به نقص لأنه تم تخفيضه إذن ورقة القبض سوف تكون هي الطرف الدائن إذن من حساب البنك يترتب على هذا القيد زيادة في حساب البنك بمبلغ أربعة ألاف إلى حساب أوراق القبض بأربعة ألاف تحصيل ورقة قبض يوم تسعة وعشرين اتناشر اتنين وعشرين في العمليات الرابعة ذكر أن البنك أرفق بكشف الحساب إشعار خصم بمبلغ متين ريال مقابل مصروفات البنك عن شهر ذي الحجة معنى ذلك أن حساب البنك سوف ينخفض وبالتالي هو أصل مدين ولتخفيضه يجعل دائن والذي سوف يظهر لدينا في الجانب المدين هو حساب مصروفات البنك حيث أنه مصروف ويزيد فالمصروف يكون مدين إذن من حساب مصروف البنك إلى حساب البنك نلاحظ هنا أن البنك جاء دائنا أي تم تخفيضه بمبلغ متين إثبات مصروفات البنك يوم تسعة وعشرين أيضا العملية التالية العملية الخامسة البنك أرفق شيكا مرفوضا بمبلغ الفين وتمنمية سبق استلامه من العميل طارق ولم تقم المنشأة بإجراء أي قيد فنحن الآن نقوم بإجراء القيد اللازم لإثبات هذه العملية فحيث أنه عند استلام الشيك وإيداعه البنك تم زيادة البنك وقتها بينما الآن يتم تخفيض البنك والبنك أصل مدين ولتخفيضه يجعل دائن ويظهر في الجانب الآخر عميل المنشأة وهو العميل طارق فيعود مدينة مرة أخرى إذن من حساب المدينين طارق يعود مدينة مرة ثانية بالمبلغ وقدره الفين وتمنمية إلى حساب البنك ينخفض البنك فيأتي دائنا بالفين وتمنمية إثبات الشيك المرفوض على طارق يوم تسعة وعشرين اتناشر اتنين وعشرين نلاحظ أن القيود التي تمت هي نفسها العمليات التي ظهرت في القسم به في مذكرة تسويت البنك